موسيقى أهلا بكم أعرب القطاع التجاري عن تأييده ومساندته لكل المبادرات الحكومية من القيادة الرشيدة في سبيل رفعة ونهضة البحرين ورعاية وصحة وسلامة المجتمع وتحفيز وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية منوها بتوجيهات اسمو رئيس الوزراء بالنظر في الدراسات والمبادرات المقترحة والمقدمة من غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية والمتعلقة بالقطاعات المتأثرة جراء تداعيات جائحة كورونا وأثارها على الاقتصاد الوطني ورفع توصيات اللجنة بشأنها كما أشاد القطاع التجاري بالجهود المستمرة والنجاحات التي سجلتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في احتواء تفشي جائحة كورونا تمنا في الوقت ذاته سرعة تعامل الحكومة لحفظ توازن الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حزم دعم تحفيزية مالية واقتصادية من أجل تخفيف وطأة آثار جائحة كورونا اقتصادية وحول هذا الموضوع سرنا أن يكون معنا في ستوديو برنامج حديث اليوم السيد خالد راشد الزياني رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية للحديث عن كلها أهلا بكم من جديد مشاهدين وباسمكم ورحب بضيفي الكريم سعدت سيد خالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية مساك الله خير أستاذ خالد مساك الله خير أهلا وسأل فيك الكثير من الكلام دار حول تأثير جائحة كورونا على القطاع التجاري في مملكة البحرين كما هو في العالم كله يعني البحرين هي جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به في غرفة تجارة وصناعة البحرين وفي جمعية رجال الأعمال البحرينية القطاع التجاري بشكل عام كيف تنظرون لتأثيرات هذه الجائحة اليوم وإلى متى يعني ممكن أن تتضرر أو يستمر هذا التأثير بسم الله الحقيقة أن هذه ليس أول مرة نمر فيها حتى في وقتنا بظروف صعبة مثل هالمرة بس اللي قاعدين نمر بيه الآن شيء لم يحصل بحجمة حتى بالثلاثينات لما كانت الضربة الكبيرة التأثير كان أقل من اللي قاعد يصيره الآن فيجب أنه لا نصغر من حجم اللي احنا قاعدين نمر فيه لأنه يعني اليوم اقتصاد العالم كله توقف كان ذلك في الدول الكبيرة والصغيرة يعني يشوف اللي قاعد يصير مثلا في أمريكا وفي أوروبا يعني الحمد لله والشكر احنا في البحرين أحوالنا يعني صعبة لكنها مو أصعب من اللي قاعدين هم يمرون فيه نعم في نظري أن هالموضوع بالنسبة للصحة والاكتفاء من شر هذا الوباء ما رح ينتهي نهائيا إلا يمكن بعد سنة أو شيء من النوع تدريجيا رح يخف علينا تتكلم عن جانب الصحي الآن صحي إنما بالجانب الاقتصادي لو نتكلم عن جانب الاقتصادي أكثر الاقتصادي هذه الله يسلمك رح يستمر حتى بعد ما تنتهي هذه العملية لأن عملية الهدم اللي صارت لا يمكن الواحد يسترده بسهولة يعني تشوف مثلا قطاع الطيران اليوم ما في طيرات الطير هذا كم هدم من اقتصاد الدول اللي تعتمد مثلا على السياحة اليوم من يسافر سياحة من يسافر عمل أصلا خذ مثلا التجارة المتبادلة بين الدول اليوم من يسوي مشاريع في الدول يعني فكثير من الأشياء قاعدة تقلصت على شان مثل العجلة يعني العجلة الحين راجعة يبقى لفترة على ما توقف وبعدين ترد مرة ثانية في الدورات التأثير أكثر مما حدث في 2008 أكيد 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 وايدة يعني نحن مرين في 2008 وكانت صعبة أيامه لكن يصور لي اللي قاعدين نمر فيه الآن هو أصحب بكثير يعني شوف بعينك يعني اللي صار اليوم في أمريكا ما عمره صار فوق العشرين مليون عاطين عن العمل شوف اللي موجود في انجلترا شوف اللي موجود في كل أوروبا شيء يعني لا يعقل نعم سيد خاد هذا ما يعني ما يتعلق بالعالم بشكل عام لو طويل عمرنا نتكلم عن البحرين تحديدا القطاع التجاري في البحرين إلى أي مدى تأثر خاصة أن الحكومة الرشيدة بتوجيهات من سيد جاءة الملك يعني ضخت حزمة ومبادرات يعني الحزمة وصلت الحزمة المالية 4.3 مليار دينار بحريني تقريبا بما يعادل 32.2% من حجم الناتج المحلي وكان فيه تصريحات نشرت لي معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني تكلم فيها بالتفصيل حوالي 90 ألف موظف استفادوا من هذه الحزمة 11 ألف شركة استفادت كان فيه دعم للأجور إيقاف قروض يعني إيقاف رسوم بلديات والكهرباء كثير من الأشياء هل هذه ساعدت القطاع التجاري أم أن الجائحة تأثيرها كبير وكبير والله لما كان هذه الخطوة الجريئة اللي جات بركات جلالة الملك والحكومة الرشيدة واللي قام به ولي العهد اللي يبارك فيه ويطول أمره يعني كان البحرين شحالة يعني هاي مثل ما تقول الغرقان اللي مديت لأنت حبل وأنقذت من الغرق فالحمد لله والشكر احنا ترى خطواتنا اللي قمنا فيها كانت قبل كثير من الدول نعم والحمد لله وضح البحرين اليوم جيد بحفظ الله وبالخطوات الجريئة اللي اتخذناها والسريعة اللي قبل كانوا الناس ما كانوا يفكرون في حزمة دعم ماليدة نعم ولولا هذه الخطوات اللي يعلم الله شار في حال البحرين كان ياما موظف خسر عمل ياما شركة اوقفت انتاج ياما صغير وكبير تضرر فانا اطمع من الحكومة الرشيدة ان هي كذلك لا تنسى ان الازمة ما انتهت ولن تنتهي يعني اذا هم مدوا عون العون هذه يجوز ضروري ان يفكون يمددون كذلك فترة اطول حتى الناس ما تفقدوا ظايفة حتى الناس ما تسكر اعمالها يعني لين الله يفرجع علينا نعم وإلا مثل ما بديت انت شي وتالي ما نهيته يعني نريد مواصلة الدعم يكون موجود فانا اطمع وقدمنا هذا في رسالتنا الى سيدي رئيس الوزراء نعم كان في بينكم طول عمر مشاورات ما بين القطاع التجاري ومن ثم تم توجيه عدد من الرسائل من التوصيات سواء من غرفة تجارة صناعة البحرين او من جمعية رجال اعمال البحرينية كتوصيات يعني للحكومة من اجل اخذ بها او نظر فيها لانعاش القطاع التجاري في البحرين ممكن تكلمنا عن اهم ما جاء فيها موجهة مبارك احنا طلبنا الله يسلمك في رسالتنا الى سمو الامير خليفة طلبنا مننا ان ان يواصلون في عملية الدعم للسوق حتى تنتهي الازمة هذه اهم بند اللي طلبنا يعني مثل ما تقول ان تمديت له مثل ما ذكرت حبل للنجاة وليلحمة طلع من الماء يعني نطلب ان البنوك تواصل في الدعم للقطاع الخاص بالاخص المؤسسات الصغيرة ومتوسطة لان هذه هي اللي محتاجة اكثر من اي جزء من الاقتصاد للمعونة والسماح له بالمواصلة يعني انا بغطيك مثل شنو دعم البنوك المطلوب يعني مثلا في الفترة قروض يعني القروض مثلا في بعض البنوك ما تعطي المؤسسات الصغيرة ومتوسطة اليوم في وقت الجائحة احنا اليوم هذلين هم اللي يوظفون اكثر الناس فاذا هم ما ساعدوهم في الوقت الحاضر كثير من الوظايف رح تختفي وكثير من العائلات رح تطلب رزق وما تحصل في دولة مثل شقيقة مثل عمان فرضت على البنوك 20% من قروضها تروح حق المؤسسات الصغيرة ومتوسطة عشان ما يخسرون هل تخاف البنوك انها تقرض يعني المؤسسات الصغيرة المتوسطة لو تعثرت ما تكون قادرة على السداد يعني هل فيه اختخوف من ذلك وثقتها اكبر في المؤسسات الكبيرة والله حتى المؤسسات الكبيرة اليوم عليها ضغوط لكن احنا عندنا الله يسلمك مساعدة من تمكين تمكين هذه فلوس التجار نعم خصمت من من التجار على شان حق الظروف القاسية هذه من أحد الظروف القاسية إذا كان القصد منها هي مساعدة الناس في وظايفهم إذا خسروا وظايفهم أو شيء من النوع أو في التمرين أو إلى آخر طيب هذه كذلك اليوم مصيبة كبيرة لأن إذا خسروا الناس وظايفهم نهائيا هي بتضطر أن تساعدهم فعشان ما يخسروا وظايفهم كذلك لازم هي تساعد التاجر وقد بدأت هي بدأت بدأت وريد أن يواصلون فيها يعني يتم مواصلت لين الله يفرج علينا وهذه لمصلحة الناس وأرزاقها يعني إلى أكثر أو إلى أقل ماذا أيضا قدمت بالإضافة إلى ذلك تمديد الدعم البنوك وماذا أيضا مثلا طلبنا مثلا البنوك إذا واحد شرب مثلا شيء من السوق البنك لا يحجز عليك كل الراتب إذا شرب سيارة السيارة بلوحة ضمان للبنك مكتوبة باسم البنك فبعد ليش يحسب الراتب يحول له ما يقدر يصرف الواحد يغتنق يعني ما في حاجة لي أخذ ضمانين على شيء واحد نعم في الرسالة إلى سمو رئيس وزراء أيضا نعم كتبنا هذه في الرسالة كتبنا كذلك أن التاجر اليوم قاعد يحمل شيء هو يعني ثقل عليه الضريب المضافة اللي هي اللي يسمونها الفات يدفعها التاجر على البضاعة قبل ما حتى يبيعها وبتالي يسترجعها من الحكومة القانون يسمح للوزارة وزارة المالية أنها تنظر بطريقة أمثل وأحسن في كل الدول مثل أوروبا وأمريكا وأي والثانية الواحد لما يشتري شيء ذلك الحزة تحسب الضريبة لكن ما تحسب وتحجز لأن هذه البضاعة ما كلها راح تبتع راح تبقى في ستور عنده وعادة أنه لازم يخزن ثلاث شهور من أي بضاعة لأنه عشان يجيب بضاعة من الخارج بعد يحتاج لهذا ثلاث شهور فهو يدفع ضريبة قبل ما يبيع البضاعة شنو كانت مرئياتكم أنه لا تأخذ الضريبة المضافة حال وصول لا ما تأخذ حال وصول البضاعة تأخذ عند البيع لأنه هي ضريبة بيعي وليس ضريبة جمارك هي فرق بين الضريبتين وضحة الفكرة الله يسلمك فعندنا كذلك طلبنا أنه يلغون الرسوم على المطورين العقاريين وتخفيض البنية التحتية لأنه سوق العقار اليوم منهار فأنت يعني بعد فوق هذي وذاك عليه الثقل هذه ممكن هذه غير رسوم الكهرباء والبادياء اللي دخلت في الحزمة هذه شيء جديد للمطورين العقاريين طلبنا هذه المجمعات التجارية مثلا في ناس اليوم حرموا من من تجارتهم في هذه المجمعات يعني هذه أجارات اللي ماشي عليهم لازم تخفف أو على الأقل يوقفونها أو يخففونها تؤجل أو تخفف نطلب من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها تنظر بقوة على الأصحاب المجمعات تنظر لهم المسألة بقوة تراجعهم في مسألة تأجيل الأجارات أو تخفيضها في الفترة الصعبة هذه ولا ننسى كذلك المقاهي والمطاعم والناس اللي تسترزق من دخل يومها اليوم هذه ما عندها أرزاق المقاهي كلها مسكرة المطاعم كلها مسكرة هذه جزء من الاقتصاد اليوم مواقف من تقديم الطلبات داخل المكان ما يعيشون على تقديم خارج نعم يعني اليوم عندهم موظفين اللي يشتغلونه المطاعم شي سووا فيهم يعني هذه ما تغطي مصاريفهم يجب للواحد ينظر لهم نظرة كذلك لمساعدتهم يعني في كان في إحدى يعني التوصيات الخاصة بالصناعات التحولية يعني طلعنا عليها الصناعات التحولية للألمنيوم هل ممكن توضحها لنا أيضا نعم لا شك عندك الله يسلمك الصناعات التحولية معتمدة اعتماد كامل على تصدير يعني حكومة البحرين تعرف هذا الشيء جيد اللي تنتجه قلبه مثلا اليوم من ألمنيوم هو حول مليون وشيء طن مليون وربع مليون ونصف طن نعم اللي تستخدم البحرين سنويا من الألمنيوم في سوقها ما يتعدى أربعة ألاف طن فهذه الصناعات التحولية معتمدة اعتماد كامل تصدير على التصدير نعم من سنتين فجأة لسبب لا نعرفه حسبت قلبه على الصناعات التحولية الألمنيوم واصل اليابان يتسلم في البحرين بسعر يماثل وصولها اليابان شامل الشحن والتغليق ومحلي والأجارات وإلى آخرة كل عملية النقر والمركب وواصل اليابان تسلمونا في البحرين بينهم ومبينكم حضار مثل ما تقول فيعني تودون اليابان ليش هذا خنق صناعات التحولية تأثرت كثير مبتأثرت فلست عندك أحوالها تعبانة جدا كلها خسرانة هي معتمدة على التصدير فإحنا شون نزاحم الصناعات التحولية اللي في الإمارات مثلا ولا اللي في إعمان اللي هي تزاحمنا في نفس الأسواق العالمية بل إحنا قدرتك على المنافس تضعف بهذه الحالة بل إحنا ما نقدر حتى نصنع شيء في البحرين وننافس فيه في الخليج لأننا ندفع شحن واصل اليابان وهذا الشحن يرتفع إلى مئات من يعني تحسب علينا وصل يوم من الأيام من المئة وثلاثة دولار في الطن أحد يربح في الطن مئة وثلاثة دولار يعني ألبا ما لها حق تستحفظ على شيء هل تم يعني وضع هذه النقطة في الرسالة التي رفعت للحكومة المؤقرة هذه اللي يسلمك إحنا شكينة لل وزارة صناعة والتجارة والسياحة نعم وكذلك بحث الأمر ويألبا وحول من لجنة للجنة للجنة وتالي في النهاية أنا قدمت رسالة باسم اسم الجمعية وكذلك الصناعات التحولية نعم إلى جلالة الملك عندما انتقيت فيه قبل ثلاثة سابعة كذا وجلالته الحقيقة هو مثل ما أقول الأب راعي لأبناءه نعم فهو ما قصر وحولها إلى وزير المالية وما قصر وزير المالية يتصل فيني وقال أن المسألة قاعدة تدرس ويا ألبا وانتعشم من وزير المالية كما أمر جلالة الملك أنه ينظر بجدية إلى أعطائنا أسعار منافسة للي موجود في الخليج نحن ما نبه أي نوع من المساعدة أسعار عالمية بربح مماثل لألبا كما هو في دول الخليج حتى نقدرنا ننفذ في الخليج وفي العالم بإذن الله يعني حكومتنا المؤقرة بتوجهات من سريجات الملك التي قامت بكل هذه الحزمة من أجل أنقاذ القطاع التجاري والمالي والاقتصاد في الوطن إن شاء الله سوف تنظر لكل ذلك ونحن نأمل وعلى ثقة بإذن الله أن هذه الحزم ستتواصل إن شاء الله من أجل أنقاذ القطاع التجاري والسوق في البحرين من الاقتصاد بشكل عام تتكلم طول عمر عن هذه الرسالة والتوصيات التي توجهت فيها الحكومة المؤقرة ومرئياتكم ماذا عن دور القطاع التجاري الآن هو بذاته من مطلوب منه لكي يعبر هذه الأزمة لأنه أيضا قطاع التجاري عليه دور أن يكون مبتكر مرن يعيد النظر في تكاليفه في كل هذه الأمور بلا شك الواحد ساعات تطلع من الأزمات يعني خطوات التي تنفع التاجر كذلك تعلمه شون يقلص مصاريفه شون يحسن أدائه شون يجد وسائل أخرى للعمل والربح فيه يعني ساعات يصير مثل ما تقول ينسد لك باب ينفتح لك باب ثاني فالتاجر لازم يكون مرن في تفكيره اليوم الناس لازم تستفيد من التكنولوجي من التواصل المرئي في أعماله واتصورنا بعد هالأزمة كثير من اجتماعاتنا وتواصلنا رح تتغير سبلة رح نستخدم المرئي كثير في أعمالنا في كثير من الناس حتى موظفينهم ما يحتاجون يكون في مكاتب يقعدون في بيوتهم يشتغلون انتاجيتهم يكون أحسن من وجودهم في المكتب يعني رح سير ردة فعل بما ينفع الاقتصاد بلا شك وتحزين أداءه في المستقبل فالتاجر عليه أن يطور نفسه عليه ما يقعد مثل ما تقول ينتظر الرزق يدخل في حلجه احنا عندنا مثلا مثل الهامور مبط الحلجة تذيها اللون لا لازم هو يكون عند القابلية أن يتحرك يسعى ويسعى ويخلق فرص جديدة وأعمال جديدة ويفكر في أشياء جديدة خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقادر على تغيير تكون أكثر مرونة في التغيير والتكيف نعم هناك ناس منهم أبدعوا هناك ناس منهم تطلعوا بأفكار عجيبة واليوم التجارة تتطور بشكل غريب اليوم يوم تربح أنت من أب بل ملايين صحيح اللي تشتغل أنت كتاجر سنين ما تدخل يعني الإنسان لازم يفكر بلغة العصر ويستفيد من التكنولوجيا هي الثورة الصناعية القادمة وإحنا إن شاء الله سيدي جات سموهي العهد عفوا دائما يؤكد على اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد القادم بلاشك ويمكن ما حدث في جائحة كورونا والتغييرات التي حدثت تعطي مؤشر أن الاقتصاد يجب أن يتجه إلى أين يعني إذا كان فيه غير واعي سابقا ممستعيل يدخل في هذا اليوم صار أمر واقع ضروري يجب أن يدخل في هذا الاقتصاد وبعدين الحمد لله والشكر إحنا عياننا كلهم تطوروا على التكنولوجيا يعني تجد حتى الصغير منهم يمكنني فهم في الكمبيوتر أحسن من أفوك هذا واقع وهذا شيء مبشر نعم قبل ما نختم طول عمر يعني الجائحة بدأت صحيا لا نعرف ناس تتكلم عن نهاية هذا العام أكثر يعني المتفالين يتكلمون عن الربع الأخير هناك من يتحدث عن الربع الأول وربما إلى منتصف العام القادم هذا على المستوى الصحي وقد نتفاجأ بمور أخرى يعني ولكن على المستوى الاقتصادي الأثر تتوقعون إلى إلى متى ممكن يعني يمتد مثل ما ذكرت بعد ما تنتهي الجائحة ونفتك من هالبلاء اللي جاننا يحتاج وقت عشان تبتدي العجلة بال الدورة الطبيعية الآن هي الدور للخلف يعني بيه تسلو توقف وترد تمشي بالطريقة الطبيعية وترجع بالعدال بعد سلو أو لا ممكن إن شاء الله أسرع اليوم ونحن في عاط عصر يتطور بسرعة يعني تصور لي إنه فعلا مرين بأزمة لكن إن شاء الله بعد ما تبتدي الأسواق تتحسن يعني شو يعني إذا ما في طائرات تطير شون راح نبيع بترولنا شون راح شون اقتصادنا راح يعيش هيا يبيلها وقت يبيلها يعني إحنا اقتصادنا مرتبط باقتصاد العالم العالم كلها اليوم العالم اليوم هو قرية واحدة صار في يبيلنا بعض الوقت إن شاء الله لكن إحنا لازم نكون صبورين لازم نكون متعاونين ويا حكومتنا إحنا كبشر لازم نكون من التزمين بالأنظمة اللي تفرضها علينا الابتعاد ال إننا نقعد في بيوتنا ترى هذه حكمة لو ما احنا نسوي هذه يزيد عدد المرضى اللي عندنا شوف أنتو يوم صار العيد والناس فلت شوي ارتفع صحيح هذه لازم نوقف عند حدنا بإذن الله الاقتصاد البحريني مر بأزمات كثيرة لكن اقتصاد قادر على أن يوقف وينهض مرة ثانية والتاجر البحريني ورجل الأعمال البحريني أيضا والعوائل التجارية البحرينية عريقة وعندها خبرتها الكبيرة وإن شاء الله ما تكون نظرتنا إلا إيجابية وتفاولية إن شاء الله قادرين باقتصادنا بتجارنا نخرج إن شاء الله أستاذ خالد من هذه الأزمة بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بأقل الخسائر وفي أسرع وقت إن شاء الله أنا شكر لك حضورك معنا شرفنا اليوم في الستوديو وما تفضلت بي كان واصل لقيادتنا الرشيد ويصل إن شاء الله تصل أصداء إن شاء الله شكرا بالتقدير شكرا يعطيك لعبة شكرا جديدا كمان شكركم على حسن المتابعة مشاهدين الكرام أترككم على أمل اللقاء في أمان الله شكرا